سنوات الميلادية يا شباب بتنقسم لقسمين قسمة اسمه السنة البسيطة وقسم اسمه السنة الكبيسة السنة البسيطة عدد أيامها 365 يوم وسنة الكبيسة 366 يوم يعني ايه؟ يعني فيه سنة بتيجي عدد أيامها غير تانية أيوا البسيطة دي 35 يوم لأن فبراير فيها 28 يوم والكبيسة بتيجي 366 لأن فبراير فيها 29 يوم طب بيجي ازاي ده نعرف منين طب واحد يقول لله يعني انا دلوقتي انا بتعامل في سنة ميلادية مثلا سنة 2005 او سنة 2010 او سنة 2020 السنوات دي اعرف منين انها كبيسة ولا بسيطة هل في قاعدة اه طبعا في قاعدة في قاعدة تعرفني نوع السنة يعني ما قولك اودع محمد مبلغ في سنة 1996 لازم تبقى حولك عارف 1996 دي سنة كبيسة ولا بسيطة طب هعرف منين نعرف من الشريحة اللي جاي الجدول ده كاتب لك ادي نوع السنة يا اما بسيطة يا اما كبيسة تحت السنة البسيطة بقى كاتب لك 3 حاجات عدد ايامها او 365 طريقة معرفة السنة ازاي يعرف بقى ان السنة بسيطة اقسم السنة على 4 رقم 4 عده ثابت فاذا كان الناتج لا يقبل القسمة يعني ايه لا يقبل كسر يعني ديني عدد صحيح وكسر يبقى السنة دي تبقى اعتبر السنة بسيطة فما تديك مثال بسيطة عشان تفهم لو بتعامل انا سنة 2017 عايزة اعرف انا دي كبيسة او الله بسيطة يعني عدد ايامها كام اقسمها على 4 على الالحزب تديني 500 واربع وربع يعني 25 من 100 صحيح زيك كسر يبقى دي سنة بسيطة يعني ايه بسيطة يعني 365 يوم يعني ايه برضو يعني فبراير 28 يوم بس تعال بقى النوع التاني نوع السنة التاني اسمه ايه كبيسة عدد ايامها 366 يوم ازاي يعرف اقسم على 4 فيكون الناتج عدد صحيح فقط زي سنة 2020 سنة 2020 لما سمها 4 ددني 505 يبقى دا عدد صحيح يبقى عرفت منها ايه بقى عرفت ان اسم السنة دي كبيسة